برعاية منظمة معل الأفضل للتوعية والخدمات الاجتماعية وبالتعاون مع منظمة اليونسف وبإشراف كلية التربية بجامعة عمر المختار انطلقت موسابقة فنية للرسم والفنون التشكيلية بمدينة البيضاء هذا المعرض بإشراف منظمة معل الأفضل بالمشاركة مع مؤسسة اليونسف للأمومة والطفولة ويهدف المعرض إلى تنمية مهارات الأطفال في الرسومات وخلق حالة إبداعية في المجتمع الذي يفتقر إلى الجو الثقافي والإبداعي فيعتبر الرسم أحد الحالات التي تساعد الأطفال على التعبير عما يجيش بخواطرهم ساهمت جامعة عمر المختار في احتضان هذا المنشط تحقيقا لدور الجامعات في خدمة المجتمع أهمية هذا المعرض الذي نتواجد في هذا المكان أهميته هو جعل أو وضع أو إعطاء الفرصة للمشاركين في عرض عمالهم تجيعهم أيضا اهتمام بهذا المجال والمجالات الأخرى في الفنون التشكيلية حيث ضم المعرض العديد من الرسومات بمختلف الخامات لجميع المشاركين بالنسبة للمشاركة في المعرض معرض جميل المشاركة كانت جميلة الهدف منها إدماج مرحلة الطفولة خلال مرحلة الحرب التي توا ونفسية الطفل كيف تأثر كيف إدماجها في المعارض يعني كنوع من الترفيه ونوع من تنمية مواهب الطفل لهذه المناشط أهمية كبرى تكمن في تشجيع الأطفال والشباب على ممارسة الأعمال الفنية والإبداعية واكتشاف المواهب وتنميتها للرفع من الثقافة الفنية وجمالية داخل المجتمع ترجمة نانسي قنقر